بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أعزائي الطلاب في درسنا لهذا اليوم الصف الثالث الابتداء تعليم مستمر الفصل الدراسي الثالث مادة العلوم ووضوع الدرس لهذا اليوم الحالات المرضية الطارئة عقم واحد تقديم المعلمة سارة شلوي تعلمنا في الدرس السابق ما الإسعافات الأولية تعلمنا في الدرسنا السابق عن الإسعافات الأولية أريد منكم ذكر تعريف الإسعافات الأولية نسترجع بعض المعلومات ونذكر ما هي الإسعافات الأولية نريد تنشيط لدي الذاكرة قصيرة المدى تقريبا حتى أسترجع معلومات الدرس السابق من الإسعافات الأولية سوف أتناول الحالات التي أستخدم وأقوم بعمل الإسعافات الأولية لها ممتاز رائعين الإسعافات الأولية لدي هي تقديم الرعاية الطبية المناسبة التي تحافظ على حياة المصاب إلى أن يصل الفريق الطبي عند تقديم الرعاية الطبية المناسبة للحالات وسوف نتعلم ما هي هذه الحالات يمكنني أن أحافظ على حياة المصاب أيضا تخفيف الإصابة إذا كان هناك إصابة يمكنني أن أقلل من الآثار الناتجة عن الإصابة لدي حالات وهذه الحالات سوف نتعلمها معا يتعرض ويواجه الإنسان ظروفا ومواقفا صعبة تفرض نفسها فجأة ودون ما إنذار قد أكون في موقع أو موقف فجائي ودون إنذار وعندما يكون لدي ولدى أي إنسان المعرفة والدراية بكيفية التصرف في مثل هذه الظروف والمواقف فإن ذلك قد ينقذ حياة الإنسان والحياة التي لا تقدر بثمن يمكنني أن أنقذ حياة أي شخص عندما يكون لدي دراية بكيفية التصرف في هذه الحالات وكيفية ممارسة الإسعافات الأولية وقد أخفف من الآثار الناتجة عن هذه الإصابة لا قدر الله لأن بعض الإصابات عند إهمالها وعند عدم معرفة كيف التعامل معها يكون هناك آثار ناجمة عنها في مثلا في بعض الأعضاء أو على حياة الشخص نفسه أو لا قدر الله يفقد حياته إذا كان هناك تصرف غير سليم لدي حالات مرضية هذه الحالات طارئة جدا والحالات هذه لا بد أن أعرف كل حالة كيف يمكنني أن أتصرف من خلال معرفتي بالإسعافات الأولية أتصرف على كل حالة بما يناسبها من هذه الحالات يا ثالث الحالات المرضية التي تستدعي الإسعافات الأولية الحالات المرضية طارئة حالات مرضية طارئة مثل ضربة الشمس أيضاً أزمة الربو أيضاً فقدان الوعي لدى مرضى السكري هذه ثلاث حالات طارئة عندما أعلم كيف أتصرف في حالة أن لدي مصاب بأزمة ربو ويمكنني إنقاذ حياة هذا المريض أيضاً عندما يصاب أي شخص بضربة شمس أكون على دراية بهذه الإسعافات وأمارسها مع هذا الشخص يمكنني إنقاذ حياته أيضاً حالات فقدان الوعي بسبب السكري يمكنني أن أتصرف بشكل صحيح إذا كان لدي دراية ولدي وعي دروسنا مهمة جداً ليست فقط دراسياً أيضاً نمارسها في حياتنا اليومية ويمكنني من هذه الدروس أن أحافظ على حياتي وحياة الآخرين لدي وتخفيف آثار الإصابات الناتجة أيضاً يمكنني أن أنقل الوعي لكافة المجتمع لدي عندما أكون أنا أعرف هذه الحالات والتعامل معها وأنقله لمن موجود في بيتي ومن موجود معي في العمل أو أي مكان أنا متواجد في أنقل هذه المعلومات بإمكان الأشخاص أن ينقلونها لأشخاص آخرين ويمارسون التصرف الصحيح لنكون مجتمع واعي وملم بالأساسيات التي أحافظ بها على حياتي وعلى حياة الآخرين سوف نتناول لدي أول حالة من هذه الحالات نشاهد معاً هنا لدي هذه أول حالة من هذه الحالات كما أشاهد في هذه الصورة أريد منكم الاستنتاج هذا الشكل وهذا العضو تناولناه في الدروس في العام الماضي هذا الجهاز وهذا العضو ممتاز رائعين الرئتان جهاز التنفسي عندما يكون هناك عدم قدرة على التنفس ويكون هناك أشاهد الرئة مكوناتها ممتاز رائعين لدي الشعبات الهوائية يكون هناك ضيق ممتاز رائعين يسبب لدي حالة ربو أو أزمة ربو إذن الحالة الأولى الربو الشعبي الأزمة أزمة الربو تنتج هذه الحالة عن ضيق مؤقت بالقصبة والممرات الهوائية ومما يجعل التنفس صعباً للمريض وخاصة الزفير تناولنا نسترجع الآن استرجعنا قبل قليل الذاكرة القصيرة نسترجع معكم دروس السابقة في العام الماضي في الصف الثاني أخذنا الزفير والشهيق والجهاز التنفسي ما هي عملية الزفير حتى يمكنني أن أعرف هذا الشخص الذي أمامي مصاب بحالة ربو أم لا نسترجع ما هي عملية الزفير ممتاز يا ثالث عملية إخراج الهواء عندما أخرج الهواء وأتنفس فلا أستطيع أو من أمامي لا يستطيع إخراج الهواء من الرئتين يكون مصاب بأذمة ربو كما نعلم الشهيق هو أخذ الهواء والزفير هو إخراج الهواء عندما أشاهد هذا المصاب أمامي لديه صعوبة في التنفس ولا يستطيع أن يتنفس ولا يخرج الهواء هنا يمكنني أن أقول أنه مصاب بالربو لدي عدة أعراض للربو يجب علي معرفتها حتى أنا أشخص بشكل سريع وأقوم بالإسعافات الأولية اللازمة بشكل سريع حتى أنقذ حياة هذا المريض ما مرض الربو أولا يا ثالث هو أحد الأمراض المزمنة الشائعة التي تصيب جميع الأعمار ليست مقتصرة على عمر معين خصوصا من الأطفال والمراهقين وهو يصيب الجهاز التنفسي وتحديدا مجرى الهواء الشعب الهوائية المسؤول عن نقل الهواء من الرئتين وإليها ونظرا لانسدادها كما شاهدنا أو ضيقها تشعر بصعوبة وضيق في التنفس ويسمى نوبات أو أزمات الربو إذن مرض الربو أحد الأمراض المزمنة الشائعة طيب ما أعراض الربو؟ كما ذكرنا أول أعراض الربو الملاحظة هو هاي ثالث ممتاز رائعين صعوبة في التنفس صعوبة في إخراج الهواء صعوبة في التنفس هنا يمكنني أن أقول هذه من أعراض الربو أيضا أتعرف على الأعراض منها من هذه الأعراض كحة أو سعال متكرر متكرر ولاحظ متكرر أيضا صفير أزيز أثناء التنفس يكون هناك في منطقة الصدر أثناء التنفس صفير أزيز أيضا من الأعراض صعوبة أو ضيق في التنفس كما ذكرنا أيضا ضيق أو ألم في الصدر لأن هناك صعوبة في إخراج الهواء يسبب ألم في الصدر أيضا اضطراب النوم بسبب ضيق التنفس هذه أعراض الربو أيضا صعوبة في الكلام بسبب ضيق التنفس أيضا عدم القدرة على القيام بأي نشاط بأي أنشطة بدنية لو كانت بسيطة حتى لو كانت المشي من مقعد إلى مقعد أو غرفة إلى أخرى هناك صعوبة إذن لدي أو لدى المصاب ربو هذه أعراض الربو طيب إذا أنا عرفت أعراض الربو أريد أن أعرف الخطوات المتبعة حتى يمكنني أن أساعد المريض الذي أمامي أو حتى أساعد نفسي أو أساعد أي أحد لدينا في كافة أفراد الأسرة صغير كبير كان في العمل في أي مكان يمكنني تقديم المساعدة كيف يمكنني ذلك؟ عن طريق عدة خطوات ما الخطوات المتبعة؟ لمساعدة الشخص الذي تعرضه إلى نوبة ربو ما هذه الخطوات المتبعة؟ أول شيء أهم نقطة نطمئن المريض ونحاول تهديئته أول نقطة مهمة جدا أن أطمئن المصاب والمريض لأن تهديئته تبدأ من هنا نبدأ العلاجة عندما يكون الوضع هادي الهدوء مني أنا كمسعف ينعكس على المريض أو المصاب عندما أكون أنا هادي وأطمئن المريض لديه ولا أسبب ربكه ولا أي إزعاج حتى نركز قليلا ونعرف إذا كان هناك بعض الأدوية أو بعض الممارسات التي يمكنه أن يمارسها تنقذ حياته أول نقطة وأهم نقطة الهدوء في حال أي إصابة في أي إصابة ليس فقط في الربو في أي إصابة أخذوها قاعدة سوف يأتي علينا دروس قادمة فيها حالات طارئة وحالات تستدعي الإصعافات الأولية أهم نقطة الهدوء أكون أنا كمسعف هادي وأيضا أقدم الرعاية للمصاب ويكون في وضع هادي أيضا من أهم النقاط النقاط المهمة جدا أضع المريض في وضع الجلوس المريح بأن يجلس مادا ساقيه والجسم العلوي مستندا إلى يديه خلف رأسه في غرفة بها تهوية جيدة لأننا عندي مصاب بنوبة رابو لابد من التهوية الجيدة أيضا أضع المريض في وضع الجلوس المريح ويجلس مادا ساقيه والجسم العلوي مستندا إلى يديه خلف رأسه في غرفة بها تهوية جيدة عندما يكون في وضع مريح يمكنني تقديم المساعدة من الخطوات المهمة جدا الموجود لدي في الصورة هاي ثالث نستنتج ممتاز إذا كان المريض يتناول بعض الأدوية أقوم بمساعدته على أخذ هذه الأدوية عادة يحمي المريض الربو علاجه معه أساعده لأخذ علاجه كيف؟ أحيانا المريض الربو عندما يكون يمر بضيق تنفس لا يستطيع أن يمسك بالدواء ولا يستطيع أن يفتح هذا الدواء أقوم بمساعدته وسؤاله هل لديك دواء معين؟ إذا كانت الإجابة بنعم ويحمل هذا الدواء أقوم بتناوله منه وأفتح غطاء هذا الدواء وقوم بتقريبه إليه حتى يقوم بأخذه بشكل صحيح لأنه تكون مصاب ويكون في حالة دعر فلا يستطيع أن يركز أو يقوم بالمسك أو بفتح هذا الدواء إذن أساعد المريض على أخذ الدواء قد لا يكون معه قريبا معه يمكنني أن أحضره في حقيبة قريبة أو في مكان قريب جدا لا يكون بعيد وتكون هناك وقت طويل وتحدث مضاعفات للمريض إذا كان لدي مصاب لديه دواء وعادة مصابين الربو يحملون هذا الدواء معهم وفي مكان قريب أساعده على تناول هذا الدواء أيضا من الخطوات المتبعة لمساعدة الشخص الذي يتعرض لنوبة ربو من هذا الشعار ما هو هذا الشعار؟ نقرأ ممتاز هيئة الهلال الأحمر السعودي يمكنني طلب المساعدة بالاتصال أطلب الخدمات الإسعافية بالاتصال على رقم هيئة الهلال الأحمر السعودي تحت الرقم كم؟ تسعة تسعة سبعة إذن أطلب الخدمات الإسعافية حتى أنقذ هذا المصاب قد يكون في حاجة إلى أكسوجين وقد يكون في حاجة إلى أدوية أخرى لا أكون يعتمد على فقط الدواء وأترك هذا المصاب لا بد من الاتصال يمكن يعطونني بعض التوجيهات أقوم بها حتى وصول الفريق الطبي هذا الفريق الطبي قد يحتاج المريض إلى عدة إجراءات أنا لا يكون لدي علم ولست متخصص فقط لدي بعض الخطوات التي أقوم بعملها للمصاب حتى يتجاوز هذه الأزمة أزمة الربو هي ضيق في التنفس وعندما يحصل هذا الضيق وتظهر هذه الأعراب على المريض يمكنني تقديم المساعدة كيف أقدم المساعدة؟ نعيد مرة أخرى ثالث كيف يمكنني أقدم المساعدة لمريض الربو؟ أول نقطة كما ذكرتم النقاط المهمة ما هي الثالث؟ ممتاز رائعين أن أهدئ وأطمئن المصاب ممتاز رائع أيضا النقطة الثانية ممتاز نعم أسمعكم في وضعية المصاب ممتاز رائعين لا بد أن أضع المصاب في وضعية مريحة يكون مادا ساقيه ومستندا حتى يمكنه التنفس بشكل سليم أيضا ممتاز تهوية المكان ويكون المكان ذات تهوية جيدة ممتاز رائعين أيضا المريض يحمل بعض الأدوية أكيد أنه مصاب بأزمة الربو لديه بعض الأدوية أقرب هذه الأدوية لديه وأساعده على تناولها بفتح الغطاء بمساعدته وتهدئته وأكون مساندا له حتى وصول الفريق أقوم بالاتصال على هذا الفريق المختص قد يعطيني هذا الفريق بعض التوجيهات التي يحتاجها المصاب وقد يحتاج المصاب أيضا لبعض الأدوية وبعض الأشياء التي على دراية بالفريق المختص على دراية بحالة هذا المريض عند الوصول أتصل بالهلال الأحمر السعودي وأقوم بإخباره بالحالة التي لدي يمكنني تقديم المساعدة بذلك للمصاب لدي إذن نعيد مرة أخرى ونؤكد على أهم شيء يا ثالث أهم شيء لابد من معرفته هو الاتصال بالهلال الأحمر السعودي على الرقم تسعة تسعة سبعة لابد من تلقين الأطفال والصغار والكبار هذا الدار حتى يمكنني إنقاذ أي مصاب وقد الفريق المختص أو الهلال الأحمر السعودي يقوم بإعلامي بالخطوات التي يمكنني أن أقدمها وشرح حالة هذا المريض هنا لدي بعض المعلومات يعتبر الأطفال هم الأكثر إصابة بمرض الربو ولكن يمكن أن تبدأ الأعراض في أي عقد من عمر الإنسان وعادة ما تختفي أزمة الربو من الأطفال مع تقدم السن بينما تستمر مع المرضى الذين أصيبوا في سن متقدمة هناك مرضى يصابون في سن متقدمة وهناك عوامل تؤدي إلى الإصابة بمرض الربو وبعض الممارسات الخاطئة التي يجب أن أتجنبها حتى أكون في صحة جيدة ويجب ممارسة الإسعافات الأولية المهمة والضرورية لهذه الحالة تناولنا في هذا الدرس حالة الربو بإذن الله سوف نتناول في الدرس القادم ضربة الشمس وأيضا الإسعافات الأولية التي أقدمها لحالة فقدان الوعي لمرضى السكري إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نترككم بحفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر